السلام البنات كديري لبساليكم مرحبا بكم فيديو جديد وموضوع جديد بلا شك أن بزاف ديال السيدات لمقبلين على الحق المجهري أو اللي كيفكروا أنهم يديروا هاد النوع من العمليات المساعدة على الحمل كيبغيوا يعرفوا عدة معلومات على هاد النوع من العمليات وشنو المداء ديال النجاح ديال هاد العملية في الحمل إذن هذا هو الموضوع ديال الفيديو ديال اليوم نتمنى لإعجاب ديالكم وديما ما تنسونيش من لايكات ديالكم كتشجيع وكذلك حاولوا أنكم تشتركوا إلا كنتيوا ما زال ما مشتركينش باش ديما توصلوا بالجديد ديال القناة إذن بلما نطول عليكم غادي نبدأوا في الموضوع ديالنا اللي هو موضوع مهم كيفما كان عرفوه الحق المجهري أو الحمل المجهري كي تعتبر من أحد الإنجازات الطبية المبهرة في نهاية القرن العشرين كثير من حالات العقم اللي كانت كتوضع في خانة الحالات اللي ليس لها فرصة في حدوث الحمل نهائيا صبحات حالات قابلة للعلاج بواسطة الحمل المجهري يعني ممكن بعض الحالات اللي كانت مستعصية مع هاد الحق المجهري صبحات ممكنة وبطبع الحال هاد الحق المجهري هو السبب في الحمل يعني ماشي ضروري السيدة تديرو رغض ينجح معها ماشي كل السيدات كينجح معهم كين سيدات كيستعملو يعني كيديروه المرة الأولى ما كينجحش معهم كينجح المرة الثانية كل إجراءات الطبية كتتعتبر عمليات التلقيح المجهري عمليات مكلفة جدا ماديا وهي لا تندرج تحت الخدمات الطبية بالنسبة للسيدات اللي غد يسولوا يعني كتتعود هاد الأموال ديال هاد العمليات ما كتتعودش وما كتتمش تغطية ديالها بواسطة تأمين الصحي في معظم الأحوال ولهذا فإن من الضروري لكل الزوجين مقبلين على إجراء عملية التلقيح المجهري معرفة الفرص ديالهم الحقيقية في نجاح التلقيح المجهري وحدود حمل يكتمل إلى نهايته يجب أن تعلمي أنه يعني في بعض الحالات أو في جميع حالات التلقيح المجهري كيتم تتبع تطورات جميع هاد الحالات هدي مجهريا إلى النهاية ديالها لمعرفة نسبة الولادات إلى نسبة حالات التلقيح المجهري ككل يعني وش حدثات الولادات مع هاد التلقيح ولا لا والإحصاءات كتوضح زيادة نجاح عملية التلقيح الصناعي نتيجة اكتساب الخبرات وتطور التقنيات عبر السنوات يعني كين واحد النسبة ديال النجاح ديال هاد العملية وشنو هي النسبة ديال النجاح عملية التلقيح المجهري يعني على حساب العمر ديال السيدات يعني على حساب العمر غاد نقول لك ش هل النسبة ديال النجاح ديال هاد العملية هذه ك questions في مجهري على سن أو عمر السيدة بدرجة أولى يعني لحسب العمر ديال السيدة كيبان نسبة ديال هاد النجاح ديال هاد العملية كتتراوح نسبة نجاح عملية التلقيح المجهري تبعاً لسن الأم بين 4 و 40% يعني غنعتكوا نسبة ما بين 4 تا 40% نسبة نجاح هاد العملية بالنسبة لي العمر ديال الأم أقل من 35 سنة كتكون نسبة ديال 40% عمر الأم من 35-37 سنة كتكون 32% عمر الأم من 38-40 سنة نحو 23% عمر الأم من 41-42 سنة نحو 13% وعمر الأم أكبر من 42 سنة نحو 4% يعني كيف ما لاحظنا بأن هاد النسب هاد كتفاوت على حسب العمر ديال السيدة كل ما جرات السيدة هاد العملية في وقت مبكر وفي عمر أصغر كل ما كانت عندها نسبة ديال النجاح أكبر بالطبع هاد النسب يمكن نظر إليها على كونها اعتبارية وليست دقيقة يعني مشيء تخذها على أنها نسب 100% أو أنها نسب مدروسة 100% شنو هي العوامل اللي كتتحكم في نجاح عمليات التلقيح المجهري بالإضافة إلى سن الأم يعني هو العامل الأساسي لنجاح هذه العملية عندنا بزاف ديال العوامل الأخرى كتتأخذ بعيد الاعتبار حيث يقرر الطبيب كون العملية مناسبة لحالة الزوجين أم لا هاد العوامل كتشمل حدود حمل سابق يعني إلا كانت سيدة عندها حمل سابق من الزوج نفسه كيزيد من احتمالات نجاح عملية الحمل المجهري ووجود تاريخ مرضي بالإجهاض المتكرر ممكن يقلل من فرص استكمال الحمل في حالة إجراء عملية الحمل المجهري يعني السيدة اللي كيعاني ومن إجهاضات متكررة ممكن أنه يقلل من فرص استكمال الحمل في حالة إجراء هذه العملية هذه وكذلك سبب العقم أو سبب الحاجة لإجراء عملية التلقيح المجهري هناك العديد من الحالات اللي كتتأثر سلبا على نجاح أو نتائج عملية التلقيح المجهري وكتقلل من فرص النجاح دياله منها أسباب العقم لدى الزوج مثل غياب الحيوانات المنوية يعني الزوج ديالك لما كانش عنده أصلا حيوانات منوية فهذا العملية هذه غدي تكون فاشلة وما غديش تنجح ثانيا العيوب الخلقية في الرحم يعني كون الرحم هو المكان اللي غدي تعشش في ذيك البويضة فإلا كان هناك عيوب خلقية فلا داعي أنك تدري هذه العملية وتصرفي أموال طائلة وكذلك وجود أورام لي فيها في الرحم تهوكي منع نجاح هذه العملية ورابعا قلة عدد البويضات الموجودة في المبيض نتيجة لزيادة تنشيط المبيض سواء طبيعيا أو بالأدوية في حالات إجراء عملية تلقيح مجهري سابق يعني قلة عدد البويضات تهيك تسبب فشل عملية التلقيح المجهري وبعض العادات الحياتية مثل التدخين والسمنة وأيضا سوء التغذية كي أثر التدخين أساسا على التبويض وعلى الزرع البويضة المخصبة في الرحم أما السمنة وسوء التغذية فكيتسببوا في العقم نتيجة لأسباب متعددة بالإضافة إلى زيادة احتمالات حدوث الإجهاد وكذلك اختيار المركز الطبي المناسب لإجراء العملية مثلا واحد المركز معروف في هذه العمليات هو اللي غايكون مناسب لك باش تمشيله ماشي أي مركز تمشي تدري في هذه العملية هذه خاصة قديمة يعني تختاري المكان المناسب باش تدري في هذه العمليات هذه باش ينجحوا معك وكيت تعتمد تحديد ذلك على نتائج المركز في نجاح عمليات التلقيح المجهري وهذه المعلومات في معظم الدول العربية كتعتمد بالأساس على التجارب الشخصية للمرضى والأشخاص الموجودين في المحيط ديالك يعني خاصة قديمة تسولي الناس يعني واش داروا عمليات في مراكز وتأخذ المعلومات الكافية من ذوك المراكز الأتمينة واش ينجحوا معهم هذ العمليات واش كينش أطباء عندهم خبرة في هذا المجال باش ماشي غي تجي وتمشي وتصدقي في مشاكل أخرى نتيف غين عليها فضروري سولي على رأسك باش تعرف فين كتمشي وكذلك باش تنجح معاك مثل هذ العمليات وبالنسبة للعلامات اللي كتدل على نجاح هذ العملية هذه أكيد غدي دهروا علامات على جسد السيدة غدي تمكن من معرفة أنها نجحة مع هذ العملية هذ العلامات هذي كتدل على بدء يعني زراعة البويضة في الرحيم ديالك كتد تزرع البويضة من 10 إلى 14 اليوم من التخصيب وغدي يطلب منك الطبيب عمل اختبار الحمل في الدم باش تأكديم الحمل ديالك ممكن تشعري خلال هذ الفترة بالغتيان الصباحي وأحيانا تقيق مرة أو مرتين في اليوم ممكن تشعري بتقل في البطن ديالك وبالانتفاخ إذا كان اختبار الحمل في الدم إيجابي فغدي يجري لك الطبيب تصوير بالصنار للتأكد من نمو البويضة المخصبة داخل جدار الرحم وغدي تبدي رحلة متابعة الحمل بشكل طبيعي مع طبيب النساء والتوليد بالنسبة لأسباب فشل التلقيح الصناعي داخل الرحم إذا كان سبب العقم هو تشوهات خلقية في الرحم مثل الرحم صغير الحجم أو بعد حالة الأورام اللي فيها العنيفة وبعد حالة بطانة الرحم المهاجرة كل هذه الأسباب في الرحم ممكن تكون من عوامل فشل التلقيح الصناعي لكن تذكري ديما أن هناك أمل نسبة نجاح الحق المجهري في زايد مستمر وكيعتمد هذه النجاح على عدة شروط وعوامل منها سن الأم سبب العقم المركز الطبي المناسب فقرأي ديما عن شروط ونسبة نجاح الحق المجهري من أول مرة ودقي في اختيار المركز المناسب للحصول على أفضل النتائج كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنى لإعجاب ديالكم إذا عندكم شي استفسار أو شي سؤال خليوه لي في التعاليق أسفل فيديو إذا بغيتون نقدم لكم شي مواضيع في القناة تحاولوا تطرحوها علي إذا عندكم كذلك شي تساؤل تهوا اكتبوه لي في التعاليق كنحاول أنني نجاوب قدر الإمكان على مجموعة من تساؤلات وحاولوا أنكم تنضموا لي في الصفحة ديالي في الإنستغرام وصفات نورا هي الصفحة الرئيسية اللي دي ما غنخليها لكم في صندوق الوصف باش هكذا تواصلوا معنا أكتر وصفات نورا